255 مشروع خدمي بتمويل من صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الإرهابية تم افتتاح جزء منها والإطلاع على العديد من المشاريع التي لا زالت قيد الإنشاء والتي بلغت كلفتها أكثر من 191 مليار دينار نفذ الصندوق للمحافظة بحدود 255 مشروع تقريباً أنجز منها 207 مشروع والبقية في نسبة إنجاز وتقدمة المبالغ الذي خصصت في السنوات السابقة لمحافظة ديالة بحدود 191 مليار دينار شغل مستمر مع الأخوان في المحافظة لتنسيق المشاريع القادمة الجديدة لقانون الدعم الطارئ الذي صدر مؤخراً الآن نحن في طور إعداد هذه المشاريع وإدراجها في وسائل التخطيط إدارة المحافظة طالبت بزيادة التخصيصات المالية للمشاريع الخدمية وإعادة النظر إلى المشاريع المتلكئات التابعة لوزارة الإعمار والصحة والتربية ديالة بحاجة إلى مشاريع وكذلك بحاجة ماسة مخلال هذه المناسبة أنه طرحنا على سيد رئيس الوزراء الوزارات الاتحادية عليها أن تستكمل كل مشاريع المتوقفة والمتلكة في الصندوق وفي إدارة المحافظة لا يوجد لدينا مشروع متلكة المشاريع المتلكة فقط في وزارة الإعمار والتربية والصحة ومن خلال قنوات الفضائية جدد مناشتتنا للسيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في إيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل خصوصا موضوع مشروع غربي بعقوبة ومشروع هذه خصوص وزارة الإعمار ومشروع المستشفى التابع لوزارة الصحة ديالا من المحافظات التي تضررت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية وهي بأمس الحاجة إلى الكثير من المشاريع الخدمية وإعادة نازحيها إلى مناطق سكناهم من محافظة ديالا عبدالله الباش قناة الرشيد الفضائية